النادي الاهلي يواصل الترنح والتراجع والنزيف النزيف في كل شيء النزيف في النقاط والنزيف في الأداء النزيف في الروح والنزيف في انعدام الحماس والحافز على فريق الكرة بالنادي الاهلي وعلى اسم النادي الاهلي الكبير وعلى الهتفات الكبيرة والغضب الجماهيري العارم لجماهير النادي الاهلي أثناء إحماء اللاعبين قبل مواجهة فاركو اللي تعادل النهاردة النادي الأهلي سلبياً أمام فريق بيكون لأول مرة متواجد في الدور الممتاز لعب النادي الأهلي النهاردة مهتموش ولم يكترفوا بالهتفات الغاضبة من الجماهير قبل المباراة ضد أفشا وصلاح محسن وعدد من اللاعبين واستمر الأداء المتواضع والمتراجع واللي عليه علامات استفهام كبيرة جداً جداً أمام فاركو ومن قبلها أمام عدد من أندية الدور الممتاز ليبتعد النادي الأهلي بشكل كبير جداً جداً عن المنافسة على بطولة الدور الممتاز خلينا نشوف عندنا إيه ونرجع نكمل مع بعض ترجمة نانسي قنقر